ساليو لزيليف أهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الأول السنوي أهلا بيكو على قناتي بروفسير أونلاين في الفيديو ده هنحل امتحان على الدرس الأول الوحدة الرابعة من كتاب جونيال لعام 2024 الترمتاني نشوف كده مع بعض أول حاجة الوصيق جي مابل مارتا، أنا أدعى مارتا جي كاترزان، أنا عندي 14 سنة جا بيت أباري، أنا بعيش في باريس مابر، يعني والدي، سابل توماس بيدعى توماس إلي ميدسا، هو بيكون طبيب مامير سابل كامي، يعني والدتي بتدعى كامي إلي بروفسير، هي بتكون مدرسة دانجلي، يعني مدرسة لغة انجليزية جي انفرير، يعني أنا عندي أخ، إلي سابل بول، هو يدعى بول إلا دي ستة، يعني هو عنده 17 سنة جي إنا جراند سار، يعني أنا عندي أخت كبيرة إلي سابل سارة، هي تدعى سارة إلا 20 سنة، هي عندها 20 سنة نشوف الأسئلة مارتا بريزانت، يعني مارتا بيقدم سا فامي علتو بول إي، بول بيكون لفغير دي مارتا، يعني أخو مارتا وكم تلاتة، لفامي دي مارتا، يعني عيلة مارتا، سي كومبوس دي نوات برسون، يعني بتتكون من كم شخص طب إحنا عندنا مارتا، عندنا أب وأم، وأخو بول وأخته سارة، يبقى خمس أشخاص، يعني سانك برسون تشوف آخر سؤال في الوثيقة مارتا عنده يعني أخ كبير اللي هو بول وهو عنده 17 سنة، ومارتا 14 سنة، يبقى بول ده أخو الكبير تشوف الوثيقة التانية سالي لور واسي من جران بير، ها هو جدي إل سابل باتريك، هو يودع باتريك إلا 60 سنة، هو عنده 60 سنة إلي ماس هو بيكون رفايا إلا دي كروس لونت روج يعني هو عنده ندار دخما لون ها أحمد إلي سپورتف هو بيكون ريودي إل جو بيان، يعني هو بيلعب كويس أو باسكت، يعني كرة السل مجران مير، يعني جدتي إل سي أكتف بتكون أيضا نشيطة إل جو بيان، يعني هي بتلعب كويس أو تنس تنس إلي شيفو بلون، يعني هي عندها شعر أبيض إلي زيي بلو، وعندها عيون زرق نشو بها الأسئلة؟ دان اللي تاكست، يعني في هزا التاكست، مارتين بريزانت، مارتين بريزانت، مارتين بتقدم سي جران بارون، يعني أكدتها لجران بار، يعني قد أه عنده 60 سنة لجران مير، يعني الجد عندها عيون، يعني لونها أزرق آخر سؤال في الوثيقة لجران بارون، يعني الأجداد، جو بيلعبوا، دي في رانسبور يعني ألعاب مختلفة عندنا الجد بيلعب باسكت، والجدة بتلعب تونيس نشوف سؤال المواقف، في سؤال المواقف لازم نحدد مين اللي بتكلم في الأول ومين اللي بتكلم في النهاية، ونحدد محور المواقف يعني أنت سألت صديق عن سوني سبور بريفري عن رياطة المفضلة هو هيرد ويقول يعني كرة القدم بتكون رياطة المفضلة أو هيقول لأجيب غفر لفاتبول يعني أنا أفضل كرة القدم نترجم بالاختيارات هنا أنا أفضل اللغة الفرنسية هنا أنا أفضل اللون الأحمر أنا أفضل الزهاب إلى الأستاذ رقم عشرة تي ديماند أتونامي، انت سألت صديقك كالبارتي ديكور يعني أي جزء من الجسم يلي تيليز بور مانجي هو بيستخدم عشان يأكل هو هيرد ويقول يعني أنا هستخدم الفم أو هيقول لأجي تيليز ليدون، أنا هستخدم الأسنان نترجم باقي الإجابات أنا بستخدم الرقبة، أنا بستخدم الظهر، أنا بستخدم الشعر رقم حداشر تي ديماند أتونامي، يعني أنت سألت صديق دي ديكوريغ سنانكل، إن هو يوصف عمه بقى أنت طلبت من صديق إن هو يوصف عمه فأنت هتقول إيه؟ هتقول كيلي تنانكل، يعني كيف يكون عمك أو هتقول إليكمو تنانكل، يعني هو بيكون إزاي عمك نترجم بقى الإختيارات كيف يدعى عمك؟ من يكون عمك؟ أي عمر لدى عمك؟ شوف سؤال الاختيار الخاص بالجرامال مونامي إيه؟ يعني صديقتي بتكون عايزة هنا أنا صفة مفرد مؤنس تبقى روسة، وهي ذاتها شعر أحمر رقم 13، ليبيا الأقدام ساتين بارتي ديكور هناخد إن للمفرد المؤنس لأن كلمة بارتي هنا كلمة مفرد مؤنس يبقى الأقدام إنها جزء من الجسم داكور؟ رقم 14، جيمال ألا لونج يعني أنا عندي ألم فيه اللسان ألا لونج هنا مفرد مؤنس هتاخد ألا نديك ريموا يعني أوصف لي طون فيزيك يعني جسمك هنا فيزيك لما بتيجي بمعنى جسم بتبقى مفرد مذكر لكن لو بمعنى مادة الفيزية بتبقى مؤنس رقم 16، كليس بارتي بريفير يعني أي رياضة أنت بتفضل هناخد كل اللي هي بتيجي معها المفرد المذكر هنا مون جران بير يعني جدي بارتي بيلبس ديك روس لونت يعني نضارة ضخمة طبعا احنا أخدنا دي ليه مش دي علشان هنا الصفة الجامعة جات قبل الموصوف اخترنا دي بالشكل ده طبعا انت الحاجات دي لو انت سامع معايا الدرس هتفهمها طبعا أكتر ولو مش فهمها دلوقتي في الامتحان ابعتلي في الكومنس وأنا أشرحها لك هنا صالي صالي كمانتي تامبير يعني كيف يكون والدك طبعا تامبير هعوض عنه بيل المفرد أقول عليه هو يبقى قول يعني هو بيكون كبير طويل ورفيع تمام ايه لدي اللي هي ايه الاب واي رياضة هو بيمارس هقول الفا دفوت يعني هو بيمارس كرة القدم ابليس إلى اللقاء أرده أقول ابليس نشوف هنا مع بعض السجي طالب منك يعني اوصف المظهر الجسدي لمدرسك اللغة الفرنسية عايزك تتكلم عن يعني عايزك تتكلم عن صفات معنوية وصفات جسدية المدرس ده هعوض عنه بيل يعني هو هقول يعني شعره بيكون أسود كده أنا تكلمت عن الوصفات الجسدية ايه لي جانتي هو بيكون لطيف ايه سوبر ورائع كده أنا تكلمت عن وصفات معنوية كده نكون خلصنا الامتحان ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توسلكو جميع الفيديوهات الجديدة لان مش دايما في بحس اليوتيوب الفيديوهات بتزهر ولو حسيت انك استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمني باللايك